موسيقى هذه متابعة اخبارية توافق بها التغيير من العاصمة الامريكية واشنطن اهلا بكم عقد في البيت الابيض اجتماع مغلق بين الرئيس الامريكي ورئيس قليم كردستان مسعود بارزاني وفاد مرسل التغيير بان الاجتماع بحث عددا من القضايا المهمة المتعلقة باقليم كردستان والعراق والمنطقة ويرافق بارزاني في زيارته للولايات المتحدة كلا من مسرور بارزاني مستشار مجلس امن الاقليم وقوبات طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم ومصطفى سيد قادر وزير البشمرقة واشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية وفؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان ومسؤولين اخرين الى ذلك اعلن المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست ان واشنطن ملتزمة بوحدة الاراضي العراقية ويأتي تصريح البيت الابيض قبيل لقاء نائب الرئيس الامريكي جو بايدن برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني واوضح ان بارزاني يتناول مع بايدن دعم واشنطن للكرد والحملة الدولية لمحاربة تنظيم داعش وعلاقة الاقليم مع الحكومة المركزية في بغداد ومضى قائلا بان المباحثات شملت عددا من المواضيع ضمنها دعم الولايات المتحدة القوي والمستمر لكردستان واوضاع المبادرات السياسية الجارية للافاء بحاجات الشعب العراقي ورعاية التعاون بين جميع مجتمعاته وقال ارنست ما تزال واشنطن ترى ان عراقا موحدا محكوما بطريقة شاملة يصب في مصلحة الشعب العراقي المتنوع وفي اطار التدخلات التي تمارسها ايران وميليشياتها كحزب الله اللبناني في الشأن العراقي هاجم الامين العام لميليشيا حزب الله حسن نصر مشروع قرار الكونغرس الذي يتحدث عن تسليح القوات الكردية والعشائر السنية وردد نصر الله في حديث تزامن مع زيارة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود برزاني الى البيت الابيض ردد العبارات التي تزعم بان مشروع القرار يهدف الى تقسيم العراق اليوم يكشف الامريكيون عن نواياهم اليوم وصلوا للمحل اللي بدون ينافزه طيب اول خطوة على طريق شرعنة او تحويل يعني شرعنة تقسيم العراق وتحويله الى تقسيم رسمي هو ما يعمل عليه الكونغرس الامريكي الان في اصدار قانون يأمر او يطلب او يجيز للحكومة الامريكية ان تسلح مكونات عراقية بمعزل عن الحكومة العراقية المركزية يعني صاروا كأنه عم يتصرفوا ان هاي الحكومة العراقية هي للشيعة وفي مكون سني من ان تعاطى معه كاميركان بشكل مباشر وفي مكون كردي من ان تعاطى معه بشكل مباشر يعني ما عد في بلد واحد ولا حكومة مركزية اذا ما ندعو اليه اليوم وعدم الاستيانة بهذه الخطوة يجب التصدي لها على كل صعيد ومنعها يجب وقد هذه الفتنة هذا المشروع في مهده اذا هذه الخطوة تم قطع الطريق عليها يمكن قطع الطريق على خطوات اخرى صلت موقع بيزنس انسايدر الامريكي الضوء على تحقيق اجرته وسائل اعلام كردية حول شخصية زعيم داعش ابي بكر البغدادي بعرضها معلومات جديدة على لسان رفاقه وجيرانه بعد ان كشفت عن منزله ببغداد وقال التحقيق ان البغدادي عاش في حي الطوبشي الشعبي ببغداد وكان يعمل كامام جامعا في المنطقة وبحسب اهالي الحي فقد كان الحاج ابراهيم كما كانوا يطلقون عليه رجلا هادئا وطبيعيا بتعامله مع جيرانه كما نقلوا عددا من الحوادث والمواقف التي جمعتهم به خلال تسعينات القرن الماضي وتناول صورا للمسجد الذي كان يقضي به البغدادي اغلب اوقاته ومنزله الصغير في الطوبشي فيما قال سكان الحي ان البغدادي لم يأتي الى هناك منذ عام 2004 يناقش مجلس النواب الامريكي في منتصف شهر ايار الحالي مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2016 ويتضمن المشروع بندا بشأن الدعم العسكري الامريكي للعراق الذي اقرته لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الاسبوع الماضي حيث اكدت الخبيرة في شؤون العراقية دينيس نتالي ان السياسة الامريكية تجاه العراق لم تتغير لكنها اوضحت ان تمرير مثل هذه البنود في الكونغرس يعكس قوة بعض المجموعات الضغطة داخل المؤسسة التشريعية الامريكية حسب تعبيرها هذا واعلن الرئيس باراك اوباما اختيار الجنرال جازيف دينفورد رئيسا لهيئة الاركان الامريكية المشتركة خلفا للجنرال مارتن دامسي الذي سيترك المنصبة الخريف المقبل وجاء هذا الاختيار وسط ترحيب من رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جون ماكين الذي قال ان خبرة دينفورد في العراق وافغانستان تجعله اختيارا قويا فيما تستعد الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات في كل البلدين وفي منطقة الشرق الاوسط واشاد اوباما خلال اعلانه الترشيح بخبرته قائلا ان دينفورد احد المفكرين الاستراتيجيين الاكثر احتراما في مؤسستهم العسكرية ويحظى بالاحترام من قبل حلفائنا واعضاء الكونغرس من الحزبين واعضاء الحكومة واستعرض الرئيس اوباما التحديات التي تنتظر دينفورد مشددا على ضرورة مواصلة التدريب القوات الافغانية ومواصلة العمل بلا كلل ضد تنظيم القاعدة والوقوف في وجه داعش ودعم المعارضة في سوريا طوال اشهر مضت نفى المسؤولون في الادارة الامريكية بان حملة القصف التي يشنها التحالف ضد اهداف لتنظيم داعش في العراق وسوريا قد اسفرت عن مقوع ضحايا من المدنيين واليوم كشف تقرير عسكري داخلي بان اربعة من المدنيين على الاقل قتلوا في غارة جوية للتحالف اثنان منهم في العراق واثنان بسوريا وهذه هي المرة الاولى التي يعترف بها الجيش الامريكي بمقتال مدني منذ بدء الحملة قبل تسعة اشهر وارجع التقرير الذي نشرته صحيفة الديلي بيست الامريكية سبب وقوع ضحايا من المدنيين الى عدم وجود مراقبين امريكيين على الارض مبينا ان المعلومات عن الاضرار التي تحدثها الغارات تم جمعها من طائرات دون طيار واقبار صناعية وطائرات استطلاع وكذلك على معلومات من مصادر محلية الجولة مستمرة واصلها وإياكم بعد فاصل قصير اهلا بكم اعلن الثوار في سوريا تحرير بلدة القحطانية بالكامل بريف القنيطرة اخر معاقل خلايا تنظيم داعش الارهابي في المنطقة بعد معارك عنيفة وافاد المكتب الاعلامي لحركة احرار الشام ان الثوار تمكنوا من تطهير بلدة القحطانية بالكامل من مقاتلي جيش الجهاد التابعين لداعش بعد معارك عنيفة استمرت عدة ايام واسفرت عن مقتل العشرات منهم هذا وتعد بلدة القحطانية اخر معاقل انصار التنظيم في المنطقة بعد ان تمكن الثوار خلال الايام الماضية من تحرير عدة مدن وبلدات كان يتحصن فيها جيش الجهاد بمحافظة القنيطرة حذر السفير الامريكي السابق لدى سوريا روبرت فورد من تقلص الدور الامريكي في حل الصراعات التي تعانيها دول الشرق الاوسط وقال فورد خلال مشاركته في جلسة نقاش اجراها معهد اتلانتيك كانسل بواشنطن قال ان بلاده تقف موقف المتفرج بالازمة السورية بينما تقوم تركيا والسعودية بتدريب المعارضة السورية مبينا انه لا يهم مدى قوة امريكا فطالما لم تتواجد على ارض المعركة فلا قوة او سلطة لها هناك اعتقد اننا لم نصل بعد الى حل لهذه الازمة والحرب الاهلية ولا اعتقد انها ستحل قريبا لا في الاسبوع المقبل او الشهر المقبل او حتى خلال هذا العام انا لم اشاهد الادارة الامريكية تفكر بطريقة لحل الازمة وما ارجوه الان ان توظف الدول الاقليمية المعارضة للنظام السوري مثل تركيا والسعودية امكانياتها بطريقة فعالة لدعم قوات المعارضة داخل سوريا لكن ان استمر تدريب المعارضة السورية وانا لا ارى سببا لتوقفه فذلك يعني ان النفوذ والتواجد الامريكي لحل الازمة السورية سيتلاشى شيئا فشيئا سيقل دورها رغم اننا الولايات المتحدة وصوتنا يجب ان يكون مسموعا لكن فيما يخص الحرب فالقتال على الارض هو كل ما يهم من جانب اخر اتهم السفير الامريكي السابق ايران بدفع سوريا لحرب اهلية كاشفا انه لو لا الدعم الايراني لكان النظام السوري قد اجبر منذ وقت بعيد على الخضوع للمفاوضات ولفتت روبرت فورد في معرض لحديثه الى ان ايران تورط اطرافا في الحرب على سوريا لحماية النظام الا ان كل ذلك يبدو دون جدوى بعد ان بدأت قوات الاسد تفقد زخمها وقوتها بشكل ملحوظ اعتقد ان ايران سحبت سوريا لحرب اهلية كان بمقدورنا اجبار النظام السوري على خوض مفاوضات منذ وقت طويل لولا الدعم الايراني للنظام الذي وقف عائقا امام خوض هذه المفاوضات لقد صدمت الاسبوع الماضي عندما سمعت عن القاء القبض على افغان شيعا يقاتلون في سوريا لجانب الاسد هم حتى لا يتكلمون العربية وكانوا يقيمون في ايران قبل ان يأتوا مع الايرانيين للمشاركة في القتال بسوريا تسألت ما اذا كان الموضوع عقائديا لماذا جاءوا الى هنا فقال الاسرى انهم كانوا بحاجة الى المال لذا فايران بتجنيدها المقاتلين الشيعة مثل حزب الله وحتى الافغان فانها تساعد النظام السوري للبقاء وسط جو امني متوتر لكن مع مرور الوقت يبدو ذلك غير كاف فالنظام السوري بدأ شيئا فشيئا يخسر زخمه العسكري على الارض كشف المحلل السياسي الامريكي جوش روجين الباحث في شؤون الامن القومي والشؤون الخارجية مقالا على موقع بلومبرغ فيو يكشف فيه اراء ادارة اوباما بشأن طريقتها في رفع العقوبات عن ايران من خلال تصريحات اثنين من اكبر المسؤولين فيها وكشف وزير الخزانة جاك ليو ونائب الرئيس جو بايدن في كلمتين بمؤتمر عقد في معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى تفاصيل جديدة حول انهاء معظم العقوبات ضد ايران اذا تم التوصل الى اتفاق نووي ويفند الكاتب مزاعم ليو وبيدن التي اعربا فيها ان الافراج عن عشرات المليارات من الدولارات نقدا بعد الاتفاق لن يزيد بشكل كبير من انفاق ايران على الارهاب والانشطة الشائنة الاخرى مؤكدا ان الامر يشبه اعطاء الاشرار اموالا رديئة لاستخدامها في اعمال غير مشروعة كان من نتائج الاعلان المبدئي بين الولايات المتحدة وايران في الشهر الماضي ان اعتقد البعض ان طهرانا سوف تدخل الان في النظام العالمي باعتبارها قوة فاعلة ومسؤولة ولكن هذا التفاؤل يتجاهل حقيقة ان الحكومة الايرانية الحالية ما تزال تحمل بصمة من تاريخ امبريالي طويل وطموحات اقليمية فارسية طويلة الاجل بحسب ما افاد سونر كاجابتاي وجينس جيفري ومهدي خلجي الباحثون في معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى في تحليل نشرته صحيفة نيويورك تايمز الامريكية مع احتدام الجدل حول جدوى المفاوضات النووية مع ايران خرجت صحيفة نيويورك تايمز بنتيجة مفادها ان ايران لن تتخلى عن طموحاتها النووية وسبب في ذلك يرجع الى تاريخ هذه الدولة الامبريالي الطويل المليء بالطموحات الاقليمية طموحات الهيمنة الايرانية تعود الى عهد الاسرة الصفوية في القرن السادس عشر الميلادي حيث نأى الصفويون بانفسهم عن الامبراطورية العثمانية السنية القوية عن ذاك واعادوا تشكيل ايران وحولوها الى قوة شيعية بارزة فاصبحت ايران دولة شيعية رسميا في عام اثنين وخمسمائة والف وفي القرون التي تلت ذلك وسعت ايران سيطرتها على العراقي وافغانستان وجنوب القوقاز خلال الحرب الباردة استفاد الشاه الايراني من الدعم الامريكي لتعزيز قوة بلاده الامبريالية وامد المجتمعات الشيعية ووكلاء ايران في جميع انحاء الشرق الاوسط بالدعم المالي والعسكري وفي عام 1979 جمع زعماء الثورة الايرانية بين مطالبهم القومية بالامجاد الفارسية الماضية وعقيدتهم بالرغبة في تأسيس دولة اسلامية بقوة عسكرية موحدة وبعمل ذلك قامت ايران في كثير من الاحيان بدور الوصي على الطائفة الشيعية حول العالم وانشأت بعناية شبكة من الميليشيات الشيعية في لبنان والعراق واليمن في بعض الاحيان لا تلقي ايران بالا للمسلمين بل وحتى الشيعة منهم ففي جنوب القوقاز تحالفت ايران مع ارمينيا المسيحية ضد اذربيجان ذات الاغلبية الشيعية اذ اعتبرتها موالية لامريكا وفي نهاية المطاف نجد ان الطموح الامبريالي وليس الدين هو المحرك الاساسي للسياسة الخارجية الايرانية وتحت مظلة الحكم الصفووي والشاه والملالي على حد سواء تنافس الطهران من اجل السيطرة والنفوذ والقوة قام وزير الخارجية الامريكي جون كيري بزيارة الى مقديشو ليكون اول وزير خارجية امريكي يزور الصومال على الاطلاق وعقد كيري خلال الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا اجتماعات مع عدد من المسؤولين الصومالين على رأسهم الرئيس حسن شيخ محمود الذي كان في استقباله في المطار ورئيس الوزراء عمر عبدي واكد كيري في اجتماعاته بمقديشو التزام الولايات المتحدة بدعم العملية الانتقالية الجارية في الصومال وجهود حكومة مقديشو في محاربة تنظيم القاعدة كما تناولت الاجتماعات ايضا التعاون الامني والتقدم الذي احرزه الصومال في مجال الاصلاحات والتنمية ووصف مسؤول امريكي رفيع الزيارة بانها تأريخية مضيفا انها ستوجه رسالة قوية بشأن ارتزام الولايات المتحدة تجاه شعب الصومال وحربه ضد الارهاب الذي تمارسه حركة الشباب قال محامي هيلوري كلينتون انها مستعدة لان تدلي بافادتها مرة واحدة فقط امام لجنة خاصة بالكونغرس تحقق في الهجوم الذي وقع عام 2012 على القنصلية الامريكية في بنغازي وليس مرتين كما طلب رئيس اللجنة حيث طارد الهجوم وزيرة الخارجية الامريكية السابقة لسانوات ويصل الجمهوريون المسؤولون عن لجنة التحقيق في مجلس النواب الى مدى اعمق بينما تستعد لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة في عام 2016 وكان النائب الجمهوري عن ولاية ساث كارولاينا تري جوري الذي يرأس لجنة التحقيق طلب بان ترد كلينتون في جلستين علنيتين على الاسئلة بخصوص هجوم بنغازي واستخدامها بريدها الالكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية بين عامي 2009 و2013 قال خبراء في الولايات المتحدة ان خمس طائرات امريكية هبطت في المطار الخطأ خلال السنوات القليلة الماضية بسبب اخطاء في المراقبة الجوية كان يمكن تفاديها واضافوا ان من بين الطائرات الخمس طائرة ركاب بوينغ 737 وطائرة شحن طراز بوينغ 747 حيث طالب المجلس القومي ادارة الطيران الاتحادي بان تلزم موظفي المراقبة الجوية بعدم التصريح للطائرة بالهبوط لحين ان تكون قد تجاوزت بالفعل كل المطارات التي يمكن ان يحدث بشأنها اللبس كما ذكرت ادارة الطيران انها تتعامل مع مشكلة الهبوط في المطار الخطأ بجدية شديدة وانها سترد على توصيات المجلس القومي لسلامة النقل في غضون 90 يوما ادان البيت الابيض الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش على مركز تجاري في تكساس كانت تجري فيه مسابقة رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست ان اي شكل من اشكال التعبير لا يبرر العنف رافضا اعطاء تفاصيل عن سير التحقيق في الهجوم من جهته اشار الامين العام للامم المتحدة بانكيمون ان مثل هذه الاعمال الاجرامية لا علاقة لها بالدين او المعتقدات وينبغي ان يدافع المرء عن افكاره عبر الحوار الديمقراطي والنقاش وفق رأيه في الاثناء سلطت مجلة فورين بوليسي الضوء على اثنين من المتشددين الواقفين وراء معرض دالس الذي تعرض لهجوم مساء الاحد موضحة ان السياسي الهولندي اليميني جيرت فليزر والنشطة الامريكية باميلا جيلزر عاملا على تشويه صورة المسلمين واستفزازهم وتقول المجلة الامريكية ان هجوم فليزر وشركته على المسلمين وتنظيمهم معرضا يستفز مشاعر المسلمين من خلال عرض رسومات للرسول انتهى بهجوم اثنين من المسلحين احدهما متعاطف مع تنظيم داعش على مقر المعرض من الخارج وتتابع ان انشطة اولئك المحرضين وخطابهم المعادل المسلمين يجعلهم في الخطوط الامامية للجدل المؤرق حول ما ان كانت القيم الغربية عن حرية التعبير يجب ان تأخذ في الاعتبار الحساسيات الاسلامية حول رسم صور للرسول وهو الامر ذاته الذي كان سببا رئيسيا في مجزرة المجلة الفرنسية شارلي ابنو افندت السلطات ان عنصرا في شرطة نيويورك توفي متأثرا بجروح بالغة كان اصيب بها بعد تلقيه رصاصة في رأسه وتعرض براين مور لاطلاق نار في حي كوينز فيما كان بزيه المدني داخل سيارة مع شرطي اخر وتوفي في المشفى الذي نقل اليه بعد اطلاق النار حيث اعتقلت السلطات رجلا اسودا بعيدا عن الحادث الذي يشتبه بانه اطلق النار على عنصري الشرطة الذين كانوا يحاولان تتابعه فيما كان يسير يذكر ان مور هو الشرطي الخامس الذي يتعرض لاطلاق نار في نيويورك منذ خمسة اشهر والثالث الذي يقتل وتأتي وفاته على وقع توتر عنصري متنامي تشهده الولايات المتحدة بعد سلسلة من الاخطاء التي ارتكبتها الشرطة الامريكية اخيرا قال مسؤولون ان ممثلة امريكية سمراء لم تنفي عن نفسها اتهاما بالاخلاء بالامن العام بعد ان ادعت ان شرطة لوس انجلوس اساءت معاملتها بسبب عرقها اثناء القاء القبض عليها العام الماضي واضاف المسؤولون بان المحكمة التي مثلت امامها الممثلة دانيل واتس امرتها بكتابة خطاب اعتذار لضابط الشرطة وكانت واتس قد تصدرت عنوين الصحفي في سبتمبر ايلول عندما قالت ان الشرطة اوقفتها لانها سوداء كما ذكر المتحدث باسم مكتب النائب العام لمدينة لوس انجلوس بان واتس لم تنفي عن نفسها تهمة الاخلاء بالامن العام وصلنا الى ختم هذه النشرة من العاصمة الامريكية واشنطن نلقاكم غدا دمتم في امان الله